أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عندي الوحيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أرضابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العلي العظيم في رحاب هذه السورة المباركة سورة التوبة قلنا أن هذه السورة وضعت قوانين محددة في العلاقات الاجتماعية مع الكفار والمشركين والليلة حول أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى قلنا أن هذه المعاهدات التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين بعضها أغلبها نقضت من قبل المشركين يعني الشروط التي كانت بين النبي وبين المشركين ما وفوا بشروطهم المشركون ما وفوا بشروطهم ولذلك نقضت بقيت بعض القبائل العربية بقوا على شروطهم والنبي أيضا أبقى التسالم والتسامح معه هنا أكو موضوع أيضا أنه الوفود والدخول إلى المسجد الحرام المسجد الحرام اليوم شكل وذاك اليوم شكل آخر ولكن بالنتيجة القاسم المشترك بين ذلك العصر يعني عصر الرسول صلى الله عليه وآله هذا العصر القاسم قضية اقتصادية لا شك فيها يعني شنو اقتصادية يعني الكعبة المشرفة كانت مقدسة منذ خلقة آدم منذ خلقة آدم حتى عندنا في بعض الروايات أن آدم أرسى قواعد الكعبة أولا ثم هدمت ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل بعد شاب أنه ارفعوا قواعد البيت هذه معروفة بعد وبنوا قواعد البيت ولكن البيت كبيت الكعبة كعبة موجودة من زمن آدم خب شيء موجود عبر التاريخ البشري عبر التاريخ البشري مو نقول أنه من زمن نوح أو من زمن إبراهيم لا لا من أول خلقة البشرية هذا شيء موجود ومقدس هذا مهم ومقدس يعني كل الأديان كانت تقدس هذه القطعة من الأرض الأنبياء لا شك في ذلك كل الأنبياء حجوا إلى مكة وطافوا حول الكعبة بدءا من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله يعني حتما عيسى عليه السلام صحيح أنه نبي المسيحيين ولكن بالنتجة يقدس الكعبة الحج موجود عنده وحتما موسى عليه السلام وحتما قبله إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وبقية الأنبياء آلاف الأنبياء هذا لا شك فيه طيب المشركون هذا مهم المشركون الذين لا يعتقدون بالله بالله الرب يعتقدون بالخالق المشرك هو شنو؟ منه؟ المشرك يقول أن الله موجود خالق ولكن بعد ما عنده شغل والعياذة منها منه يدير الكون؟ الأصناب اللي يعبدوها هذا عقيدة المشركين المشركون أيضا عبر التاريخ لأن المشركون من أول يوم الشرك موجود من قابل ولكن انتشرت فكرة الشرك في زمن النوح عليه السلام كانوا يعبدون الأصناب ويظلمون ثم إجت طوفان انتهت البشرية مرة ثانية أيضا الشرك بدأ بعد نوح عليه السلام وإلى يومنا هذا إلى اليوم أكو مشركين يعبدون الأصناب لذول شنو موقفهم من الكعبة؟ التفتوا حتى نفهم الآية يعني لذولة أيضا كانوا يحجون المشرق كان يحج بس شم سوين؟ جايبين أصنامهم وقد لوثوا مسجد الحرام دائر مدار المسجد على الكعبة مخلين أصنامهم وفي داخل الكعبة أيضا وفي داخل بنيان الكعبة أكو أصنام ليس بعض المؤرخين يقولون ثلاثمائة وستين صنم أحنا ما ندري حتما عشرات الأصنام أسماء مختلفة لكل قبيلة صنم هاي الأصنام شنو كانت أساسا؟ هذا المقدم التفتوا إليها حتى نفهم الآية شنو تقول هاي الأصنام إخواني كانت مدرة رزقا لهم يعني قضية اقتصادية كانت ليش؟ لأن كل قبيلة عربية كانت تعتقد بصنم ما كل سنة يحج العرب المشركون ده نحكي عن المشركين الآن مو عن المسيحيين واليهود كل سنة يجي وين يروح يروح للحج خب لمن يجي واردين اقتصاديين في هذا الحج موجود الوارد أول الآن موجود إلا الآن موجود الناس تروح تستأجر فنادق تاكل تشرب تسوق تشتري من السوق هذا شيء وسوق مكة سوق جدا حيوي يعني هذا شيء اللي إلى الآن موجود الشيء الثاني اللي الآن موجود وبفعل تطهير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا كل راح الأصنام كانت مورد رزق لهم كان يجيب النذور ينظرون لهبل مثلا ينظرون للمونات ينظرون ليعوق الأسماء اللي موجودة للأصنام كل قبيلة تعتقد بالصنم كل عشيرة تعتقد بالصنم مما يجيبون إما ذبايح يذبحون أمامها وين يطون الذبايح لسدان الحرب يعني قريش أيضا يجيبون فلوس يجيبون ذهب فضة هدايا ينظرون منو يأخذها هذاني هذول المسلطين المسيطرين على مقدرات مكة فبالنتيجة قضية اقتصادية كانت أيضا نزلت هذه السورة سورة التوبة براءة من الله ورسوله إلى المشركين أول شي براءة يعني المعاهدات التي كانت بيننا وبينكم كلها بطلت وانتهت لأنكم أنتم أبطلتموها هاي نكرر نكرر لأنه دائما بس هاي المحاضرات تبث عبر الأثير حتما لمن واحد يسمع يستشكل أنه شنون النبي حارب الجميع لا ما حارب الجميع هم حاربوا النبي هم حاربوا المسلمين الآن في كل قانون دولي وفي كل قانون منطقي حقلي الذي يحاربك هل يجب عليك الدفاع عن نفسك أم لا يجب العقل يقول يجب الدين يقول يجب كل الأديان القوانين الدولية الآن تقول مو الآن من السابق هذه قضية عقلية ما يحتاج إلى الدين أو قانون ديني كل المعاهدات التي كانت بين المشركين وبين المسلمين نقضت بسبب المشركين والتاريخ موجود طيب لما نزلت هذه السورة وبأمر من الله سبحانه وتعالى وبأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى عليا أمير المؤمنين قال له روح إلى مكة بس انتظر حتى الناس كل الحجاج يجتمعون في يوم واحد وين يجتمعون في يوم واحد يوم العيد يوم النحر هناك اقرأ هذه الآيات وقرأها عليه السلام وممرة واحدة من الصبح للليل كان يمر في الأسواق ويقرأ هذه أولا ثانيا بعد أربعة شهر معطاهم مهلة أربعة شهر فسيحوا في الأرض قرأنا هذه في الليالي الماضية الآن بعدهم ديجون شن سوا بيهم يدخلوا للمسجد الحرام يلوثون المسجد هناك نزلت هذه الآية أيضا هذه الآية لما نزلت بعض الذين أسلموا في فتح مكة فتح مكة مو سنة كاملة كم شهر قالوا هذا النبي حسب تعبيرنا العامي قمنا بالواجب أسلمنا بس خرب اقتصادنا الاقتصاد الشي يصير يعني المشركون إذا ما يجون إلى الحج من يجيب النذور من يجيب الخرفان من يجيب الذهب الفضة التجارة السوق الاقتصاد المعاملات التجارية مكة كانت موقع تجاري للعرب لكل الجزيرة العربية وإذا تذكرون قرأنا في السنوات الماضية لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إلى آخره إلاف يعني شنو قوافل تجارية كانت تتحرك من مكة إلى اليمن وترجع من مكة إلى الشام يعني أوروبا ذاك اليوم أوروبا الشرقية فالتحول أو المعاملات التجارية والسوق كلها كان مركزها وين مكة مكة موقع تجاري كان مو شيء قليل هذا ذاك اليوم يعني الآن النبي جاي جاي بآيات قرآنية علي عليه السلام يقرأها في يوم النحر يقول إنما المشركون نجس نجس مصدر مو نجس نجس يعني هذا الإنسان نجس هذا الثوب نجس نجس يعني عينه النجاسة مصدر هذا إنما المشركون يا أيها قاتل عفوا يا أيها الذين آمنوا أنتم الآن آمنتم يا أهل مكة وأصحاب مصلحة وتجارة وصرت مع النبي المؤمنين اللي جايين من المدينة المهاجرين والأنصارهم صاروا إياكم ثل مؤمنة رحت إلى حنين وحاربت أهل الطائف ذولاكم أسلموا بس الشرك بعد باقي المشركون موجودون هذول شيء يصير واخضعهم قانون سنة في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعدها عامهم هذا المشرك لا يدخل المسجد الحرام طيب يبقى شيء وهو أنه الوضع الاقتصادي شيء يصير التجارة السوق الأرباح اللي كانت تجي النذورات هاي شيء يصير فخاف الناس بل بلى صار بل بلى حدثت في المشركين الذين توهم أسلموا في مكة هذولا وأيضا البقية أيضا حتى عند المسلمين الذين جايين من المدينة أيضا ليش لأن أهل المدينة صحيح إسلام وحكومة إسلامية ودولة ولكن العضاية التجارية كانت مستمرة بينهم وبين مكة هذول يصير وضعهم الجواب وإن خفتم عيلة عيلة يعني شنو يعني فقر والعيال أيضا من هذه الكلمة وإن خفتم أنتم الآن المسلمون الجدد تخافون الفقر التجارة توقف السوق يوقف المعاملات التجارية تتوقف القوافل التجارية تتوقف النذورات بعد متجي وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إذا إذا يشاء الله الله غني يعطي في تفسير هذه القطعة من الآية راجعت الليلة شفت أنه بمجرد ما نزلت هذه الآيات كثير من المناطق الثانية أسلموا أيضا اليمن كلها ما كانت بعدها مسلمة أسلمت بقية المناطق إسلام البحرين البحرين لما نقول مو هاي البحرين يعني تشمل القطيف والإحسان ومناطق كثيرة اللي كانت تسمى ذاك اليوم بحرين كل هاي ذولة أسلموا فهي ذولة وين يجون كل سنة يجون للحج يجون المكة فالتجارة بقيت والاقتصاد ازدهر وإلى الآن وإلى الآن السوق مستهر وإن شاء الله في مكة وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم أولا يعلموا في المستقبل شي صير ثانيا عند حكمة قوانين الله حكيمة لأن هذول إذا إجوا إلى المسجد الحرام منه المشركين أولا نجسين هذول لا يتورعون عن النجاسات أنتوا صرتوا مسلمين المسلم بعد يتورع عن الدم عن الخنزير عن الكلب عن مادري الغائط عن البول والنجاسات المعروفة هذول ما عندهم تورع فالصير نجاسة تصير في المسجد الحرام كما كان سابقا كانت نجاسة أصلا والأصنام أيضا نجسة هذه أصنام كسرت راحت بس بالنتيجة هذول النجسين يلوثون وضعكم إضافة على ذلك أنه الثقافة مؤثرة هذول لما يجون إلى مكة وما يقعدون راحة تصير مباحثات إلقاء شبهات مثل ما نشوف اليوم في هذا الحصر لما اختلطوا المسلمون بغير المسلمين تدري شي يصير كما صار كثير من الناس نستجير بالله أنتوا أعرف طبعا ألم أعرف كثير من هاي الأمور لأنهم سافر هوايا كثير من المسلمين المؤمنين عندما ذهبوا إلى الخارج إلى الغرب وإلى الشارق منا منا مو كلهم طبعا كثير منهم بقوا على إيمانهم وصاروا أصلب في إيمانهم ولكن كثير تركوا كل شيء ليش التأثير الثقافي فبالنتي يجب أن يكون هناك قانون إنما المشركون نجس خلص بعد فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا هذه حكمة الآية إن الله عليم يدري شيء يصير في المستقبل ازدهار اقتصادي يصير وحكيم يعني القوانين التي تصدر من السماء من الله من القرآن من الرسول كلها فيها حكمة انتهى هذا من الليلة الأولى شنو قلنا من يتذكر قلنا هذه السورة تحدد العلاقات الاجتماعية بين دولة الإسلام والمسلمين من جهة وبين بقية الطوائف من جهة أخرى أي طائفة قرأنا المشركين المشركين خلص انتهى وضعهم تحددت العلاقات بيننا وبينهم كل المعاهدات بطلت بفعلهم وبنقضهم العهود وبعد ما يدخلون للمسجد الحرام وإذا يردون يدخلون خلص يمنعون أصلا يمنعون عن دخول المسجد الحرام بقى منه بعد بقى أهل الكتاب أهل الكتاب من أول يوم كانوا منتشرين في الجزيرة العربية يسش ليش جايين بعض المؤرخين هذه لا بأستعرفوها يعني اليهود اش جابهم إلى يثرب إلى المدينة ومناطق واسعة من المدينة تحت نفوذهم يعني البساتين والمزارع كلها إلى خيبر خيبر بعيد عن يثرب وإلى قريب الشام إلى تبوك إذن كلها بيد منه بيد اليهود النصارى في نجران وما أشبه فمنتشرين وعدهم علاقات تجارية مع المشركين الآن يجب أن تحدد العلاقة بيننا كدولة إسلامية أيام الرسول صلى الله عليه وآله ومع هؤلاء بعض هؤلاء عندنا معاهدات وياهم من اليهود والنصارى نبقى على معاهداتنا وتسعين بالمية إذا ما أقول أكثر من هذه المعاهدات نقضت من قبل اليهود وروح يقرأ التاريخ نحن إذا كل شي نجي فوق المنبر نقرأ المعاهدات وشلون نقضت تصير بعد كم سنة لازم نحج بس موجودة في الكتب كلها نقضت من قبل اليهود في المقابل النبي يجب أن يأخذ موقف بعد موقف تحديد الموقف من قبل الإسلام من قبل الله والرسول والقرآن بالنسبة للعلاقات بين المسلمين وبين اليهود والنصارى هذه من ناحية من ناحية ثانية هذولة وإلى الآن عدهم شرك أيضا شلون شرك اليهود يقولون عزير ابن الله يعني شنو يعني الله عنده ولد المسيحيون أكثريتهم إلا الذين بقوا على المسيحية الصحيحة يقولون المسيح ابن الله هذا الثالوث اللي يشتغوه شنو الثالوث هو الشباب حتى يعرفون يأشر هنا وهنا وهنا شنو قصدهم الله المسيح روح القدس هذا يعني شنو يعني يعبد ثلاثة آلهة يعني تثليث يسموه طبعا هذا مو من المسيح سلام الله على المسيح المسيح لم يدعو على الناس إلى هذا الشيء كان يدعوهم إلى عبادة الله وقال أنا رسول رب العالمي موسى عليه السلام أيضا نفس الشيء ولكن حرفوا الدين من حرف الأحبار لماذا حرفوا لقضايا أيضا اقتصادية أيضا منافع مادية لسا نشرحها فالآن شنو يصير هذولا هذولا أيضا مشكلة عندهم يعني يشبهون المشركين يعني إذا تقول تعبد صلام للمسيح يقول لا أبدا أنا ما أعبد صلام تعبد المسيح عندما تروح للكنيسة يقول لا لليهودي تقول له تعبد عزير يقول لا تعبد موسى عليه السلام يقول لا عندما تروح للكنيسة يعني المعبد مالهم يقول لا أصنام معدهم بس الفكرة الفكرة تضاهي الشرك توحيد ماكو هاي وحده ثانيا لا يحرمون ما حرم الله هاي مشكلة ايضا يعني كل المحرمات اللي احنا نعتقد بيها من قبل السماء وموسى كان يعتقد بيها وعيسى كان يعتقد بيها ما يعتقدون بيها يا كنون لحم خنزير يشربون الخمر معنه الانبياء ما كانوا يشربون الخمر والمسيح ما كان يأكل الخنزير الدم كان نجس عنده يعني هاي المحرمات اللي احنا عندنا هاي بس للإسلام لا من ايام آدم كانت محرمات كانت النجاسات وكان الانبياء يوصون اتباعهم بالاجتناب عنها هذول لم يحرموا ما حرم الله فايضا المتلوثين جسدي اضافة على ان الشرك يأتي بتلوث معنوي ايضا يعني الانسان اللي مو موحد ملوث فكريا قلبيا نفسيا هذا مشكلة فليجب ان يحدد او تحدد العلاقة بيننا وبين اليهود والنصار هذه الآية الثانية كأنه تعبانين اللي موشكلة لا تستوى صلوات شوية هالبحوث جامدة يعني ما بها حركة ونشاط لانه قضايا عقائدية قانون تاريخ وبها جغرافيا ايضا لانه الملاطق اللي كانت تسكن هؤلاء فشوية يعني بقولة الايرانيين خشكة ولكن بالنتيجة يجب ان نعرف هذه القوانين من قبل الاسلام ومن قبل القرآن وليش هذه القوانين صدرت نقرأ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتلوه بشرط انهم هم يبدأون طبعا دائما نقول هم يبدأون هم ينقضون المعاهدات ولا يؤمنون بالله المسيحيين يؤمنون بالله واسأل الله مثلث مثلث يعني شنو يعني الله مسيح روح القدس يعني تثليث اكو فمو توحيد هذا اللي يقول لا يؤمنون بالله يعني بالله الواحد الاحد الصمد ولا باليوم الآخر ليش ما يعتقدون بالقيامة يعتقدون بس ما يعتقدون بالمعاد الجسماني التفتوا هذه لازم نشرحها شوي تطول ما يخالف احنا عندما نموت وكلنا نموت بعد الحمد لله ايو الله الحمد لله عندما نموت والبرزخ ينتهي يوم القيامة شي يصير حسب عقيدتنا احنا حسب عقيدتنا انه يوم القيامة كل البشر يحيون ينشرون ويبعثون الى صعيد يوم القيامة للمحاكمة ثم الا اما الى جهنم واما الى الجنة كيف يحيون حسب القرآن بارواحهم فقط ارواحهم موجودة بعد احياء ما يريد الان واحد يموت شي يصير الجسد عادي الروح باقية يوم القيامة التفتوا هذه عقائد ترها مهمة جدا يجب ان نعتقد بها يعني المؤمن يجب ان يؤمن بها يوم القيامة زيد من الناس عندما يحيا بامر الله وب نداء اسرافيل هذا شنو يحيا الروحه موجودة بعد احياء ماكو موجودة الى الان موجودة في البرزخم موجودة عقيدتنا تقول حسب القرآن انه يحيون باجسادهم التي كانت في الدنيا يعني زيد من الناس مات جسده انتهى صار تراب يوم القيامة بامر الله وبقدرة الله هذا الجسد مرة ثانية من كل مناطق الدنيا تجتمع نفس الجسد والروح مرة ثانية تلجوا في هذا الجسد يقوم سماحة آية الله يطلع يدخل في مسجد في القيامة هذا معناته هذا يسمون شنو المعاد الجسماني هذه عقيدتنا من القرآن بدأ أقول مو من عندنا مو بيقول رواية ومو اشتوان المسيحيين وأهل الكتاب ما يعتقدون ومع الأسف مع الأسف مع الأسف بعض المسلمين أيضا مع الأسف هذه الفكرة أتت من اليونان يسموه الفلسفة اليونانية من أيام هارون الرشيد والمأمون ترجموا وعطوا فلوس إلها مقابل مدرسة أهل البيت عليهما السلام يعني مقابل الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم جابوا هالكتب من اليونان كتب منه أرصتو وأفلاطون وغيره وأيضا حرفوا في الترجم أيضا ترجموا ونشروا ومع الأسف انتشرت هذه الفكرة حتى في المسلمين وحتى في بعض الشيعة لا حول ولا قوة إلا بالله فكرة أن المعاد روحاني يعني الروح يتلذذ يوم القيامة في الجنة الروح تتلذذ يوم القيامة أو تتعذب عفوا يوم القيامة في نار جهنم هذا خلاف نصوص القرآن نصوص القرآن سليلا مو بحثنا هذا بس لأنه وصلنا إلى هذه الكلمة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالتوحيد يقول عزير ابن الله المسيح ابن الله ولا باليوم الآخر مع أن الآن لما تسأل من المسيح شي يقول يقول أعمل أنا أؤمن بيوم القيامة بس مو يوم القيامة الجسماني يعني محرفة الفكرة هاي وحدة العقيدة باطلة بس السلوك مشكلة نجاسات شن سويها ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الخنزير حرام يأكلوا الخمر حرام يشربوا فلان شيء نجس يتطخروا ما يقولوا النجس وهكذا هاي شنسوا بيها هاي ورسوله منه النبي بعض المفسرين يقولون رسوله أيضا رسولهم يعني عيسى عليه السلام كان يحرم الخمر لا يأكل الخنزير هؤلاء يسوون كل شيء حرام حتى خلافا لأنبيائهم يعني خلافا لعيسى وموسى عليهم السلام ولا يدينون دين الحق كل دين محرف صاير هذول منه هاي كل مقدمة قالت في الآية من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب يعني الإنجيل والتوراة يعني المسيحيون واليهود خب شنسوا يسا نحاربهم لا شوفوا إخواني الحرب فقط الخطوة الأخيرة في الإسلام الحل الأخير في الإسلام ولكن قبل الحل الأخير أكو حلول ثانية أنتوا يا مسيحيين يا يهود تريدون تعيشون في ظل الحكومة الإسلامية أياما الرسول الرسول منتصر ومسوي دولة إسلامية المسلمين عليهم شنو التفتوا عليهم الخمس والزكاة وعليهم الجهاد ثلاث وظائف عندهم للدفاع عن الإسلام وعن المسلمين يعني لما تصير حروب إنه بشي يسوي عنده جنود معسكر عنده لا ما عنده معسكر لطيفة دولة بهذه العظمة أي جندي ما عنده جندي واحد كجندي كضابط كعريف ماكو كلها في بيوتها كل الناس في شغلها يصل وقت الحرب ينادي نفير عام أيها المسلمون تعالوا إلى الحرب كل واحد يشيل سيفه ويركب حصانه إذا عنده حصان ويروح لبدر يروح للأحزاب يروح للخندق يروح إلى فتح وهكذا كان يعني نوع من التعب العام مهلك إلا لمن إلا للأعمى ما يقدر يمشي أعرج امرأة هرم ما عنده إمكانية لا عنده فرس ولا عنده سيف نقراها تجي كلها في سورة التوبة موجودة هذول معفيين البقية اللي يعدهم إمكانية لازم يجون إلى حرب يدافعون عن وطنهم يدافعون عن تراثهم عن ثقافتهم عن دينهم عن الكعبة عن النبي اليهود شلون يعني اليهود والنصارى هم عليهم خمس لا التفتوا عليهم زكاة لا عليهم جهاد لا فاش حقه يعيشون في بلادنا لا زكاة لا خمس لا ضرائب ولا جهاد يرحون وعايشين مرفهين صار قانون الجزية الجزية شنو عمين الجزية على الأبدان على الأبدان يعني مثلا في هذه المنطقة أكو ميت مسيحي ميت جزية سنوية يأخذون منهم في شي ضئيل في المقابل شنو نطيهم نحن كدولة إسلامية أيام الرسول نطيهم الأمان الحماية الدفاع عنهم ما حدا يقدر أي شيء يسوي لهم يعيشون في بلادنا تجارتهم حرة دكاكينهم زواجهم سفرهم كل شيء مثل المسلمين لكن لازم يدفعون حتى ندافع عنهم جهاد يصير ما يجون ليس ما يجون أصلا من يطلب منهم ليس عليهم جهاد خمس ما ينطون للفقراء زكاة اللي كانت على المسلمين ما ينطون فاشلون نحن ندير الأمور اشلون ندافع هذه يسمون الضرائب الجزية هذه صار قانون على أهل الكتاب فقط للدفاع عنهم فهذا ليس معنى تحارب والكثير قبلوا النصارى كانوا يعيشون العجيب العجيب التاريخ الإسلامي حتى في زمن الأمويين حتى في زمن العباسيين حتى في زمن العثمانيين حتى إلى اليوم المسيحيون في بلادنا محترمون ما عندهم مشكلة استقرون الجزية راحت إجا قانون آخر ذاك بحث آخر في أيام الرسول كانت الجزية الجزية من كلمة الجزاء ما دام إحنا ندافع عنكم لازم تجزونا تعطونا شيء حتى ندافع عنكم هذه الأموال وين كانت تروح؟ كانت في خزائن الدولة تروح تصرف على الحروب على الدفاع على الشوارع على الآبار إلى إيصال المياه إلى كل المنافع الموجودة حتى وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ يعني المسيحيين واليهود حتى يعطي الجزية عن يد يعني بيده يجيب يعطي جزية سنوية واللطيفة واللطيفة كان مقدارة قليل جدا لكل شخص وهم شخصاً عجيب كان أنه القانون الإسلامي يقول الشاي بميطي المريض ميطي الأطفال ما عليهم جزية هذول اللي متمكنين أصحاب الأموال بس هذول يطون عن يد وهم صاغرون صاغرون يعني شنو؟ يعني يجب أن يعطي مطيعين للقوانين الأخرى الموجودة في الدولة الإسلام يعني مو بس يطيجزة ويسوي مؤامرة علينا مو بس يطيجزة ويروح يتفق مع الروم مع الفرس ذاك اليوم الفرس بعدها موجودين الروم موجودين المشركين من هنا وهناك موجودين بشرط أنه صاغرون مؤدة بتعيش في بلادنا تطيجزة ولك ما لنا وعليك ما علينا لا تعال الحرب ولا تعطي خمس ولا تعطي زكاة أكو أحسن من هذا القانون؟ أعدل من هذا القانون؟ أهل؟ انتهى الوقت؟ لا انتهى حتى يعط الجزية عن يد وهم صاغرون بكرا نقرأ انه شنو كانت عقائدهم هذولا في قضية التثليث وقضية عزير بالنسبة لموسى عليه بالنسبة لليهود أما الموعظة الأخيرة عن الإمام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر أكو ناس دائما يقول أنا فقير عندها بس إذا أنطي أموالي تنقص وما أدري بكرا شي يصير بكرا أريد أزوج فلان وأزوج فلان يمكن ما عندي يمكن 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 دائما يحدث نفسه بالفقر هو عنده هذا قسم قسم ثاني يقول له روح توب أنا واحد كل سنة أجي للكوت أقول له روح للحج عنده إمكانية زيان يعني موظف متقاعد يقول إن شاء الله السنة الثانية بابا روح للحج قبل يومينا بشفته قلته روح للحج قال إن شاء الله إن شاء الله يحدث نفسه بشنو بطول العمر أو قل له توب إلى الله اترك الذنوب يقول إن شاء الله بعدين هذا يسموه الذي يحدث نفسه بطول العمر لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر ليش يا موسى بن جعفر سلام الله عليك وعلى أبيك وأولادك فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل اللي دائما يحدث نفسه لا أنطي لأخاف أصير فقير هذا يصير بخيل ما ينطي بعد وهذه الصفة الذميمة المذمومة يقولون من الأشياء اللي جدا جدا مذموم في الإسلام وفي كل الأديان البخل وحتى شفت رواية عجيبة لا يدخل الجنة بخيل استجروا بالله لا يدخل الجنة بخيل فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل بطول العمر شلون ومن حدثها يعني حدث نفسه بطول العمر يحرص يصير حريص هيريد يجمع بعدين يقول الإمام عليه السلام اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا يعني الأئمة عليه السلام كانوا ينصحوننا وإلى اليوم مو أنه نصير أصحاب أديار مثل المسيحيين نروح بالدير نقعد ولا دنيا ولا ملاذات لا لا خذ الدنيا اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال أنا أشتهي أسافر وقال أسافر فلان يشتهي يتزوج ما يخالر إلا أن يشتهي يرتاح يروح إلى شالهات يرتاح كم يوم مثلا ما بيأشكال الحلال ما بيأشكال بإعطائها ما تشتهي من الحلال وما يثلم المروة يعني اعتباره في المجتمع ليس يسقط يريد يلبس أحسن الملابس وضع الاقتصادي يستدعي أن يشتري أفضل السيارات خلي يشتري ما بيهشي وما يثلم المروة ولكن بشارط وما لا سرف فيه هذه المشكلة إسراف إسراف يقتل هذا الإسراف وما يعني الشيء الذي لا سرف فيه إسراف لا يسويه واستعينوا بذلك على أمور الدين عندما ترتاح أنت عندما تسافر عندما تلتذ من الدنيا تستعين بها على أمور الدين فإنه روية روية يعني عن رسول الله ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دينه لدنياه واحد يقول أنا فقط دين ما علي بعيالي ما علي بزوجتي ما علي عندي بيت أو ما بيت يصير زاهد هذا مو صحيح ليس منا من ترك دنياه لدينه أو ترك دنياه أو ترك دينه لدنياه اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عانة الهيما